موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أضوع الأحداث أقدمها لكم من قناة الحوار في لندن وفي حلقة اليوم نتناول المواضيع التالية السودان أبي هل تفجر الحرب البوليزاريو والمغرب لماذا التصعيد الآن موسيقى أهلا بكم مشاهدي العزاء دعت منظمات حقوقية دولية المجتمع الدولي إلى التحرك أمام ما وصفته بتصاعد العنف من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية جاء ذلك على إثر مقتل الشاب الصحراوي القارح ناجم 14 عاما على يد جنود مغاربة قرب مدينة العيون هذا وكان كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قد أنهى جولته الرابعة لمنطقة المغرب العربي في إطار مهمة من الأمين العام للأمم المتحدة وأعلن روس من المغرب المحطة الأخيرة في جولته والتي شملت أيضا كلا من الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا أن الهدف منها هو التحضير للاجتماع الثالث غير الرسمي المزمع عقده في أوائل شهر نوفمبر المقبل بين المغرب والبوليزاريو بحضور كل من الجزائر وموريتانيا سعيا وراء حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه من قبل الطرفين يضمن لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير للحديث حول هذا الموضوع أستضيف هنا في الأستوديوم مثل جبهة البوليزاريو في المملكة المتحدة السيد الأمين أبعلي كما سنستضيف عبر الهاتف أيضا من المغرب ومن منطقة العيون بعض المحللين والسياسيين أيضا لإثراء النقاش في هذه الفقرة الأولى من أضواء على الأحداث ورحب بك سيد الأمين في هذه الحلقة دعنا نبدأ بما يحدث هذه الأخبار التي تصلنا من منطقة العيون خروج عائلات إلى حدود الولايات محاصرتهم من طرف القوات المغربية كما تقول جبهة البوليزاريو وحدثت مقتل القارحي ناجم شكرا جزيلا شكرا للحوار على تسليط الضوء على الصحراء الغربية ومشكلة الصحراء الغربية وتفاصيلها وتشعباتها ما يتعلق بالوضع القائم الآن في منطقة العيون المحتلة وهي تظاهر السلمية يقوم بها المواطنون الصحراويين للتعبير عن رفضهم القطعي والكلي للسياسة التي تتخذها السلطات المغربية منذ 35 سنة هذه السياسة التي تهدف إلى تهميش وهضم حق الصحراويين سواء كان حقا سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو تعليبيا إذن بلغ السيل الزباء وقام الصحراويون بهذه المبادرة للتعبير أمام الجميع وللجميع أنهم رافضون لهذه السياسة التي تتبعها التي تتبعها السلطات المغربية منذ الاحتلال هذه التظاهرة أخذت شكل نصب خيام على بعد 12 كيلومتر شرقي العيون في منطقة يقال لها إكديم إزيك وهذه الخيام بدأت تصل لهذه المنطقة يوم من يوم 9 أكتوبر إلى حد الساعة وقامت السلطات المغربية بمحاولة توقيف زيادة الخيام التي وصلت أربع آلاف خيمة أي ما يعادل 20 ألف مواطن صحراوي يسكن هذه الخيام نساء ورجال وأطفال وشيوه لا يتتوفر لديهم وسائل أساسية للحياة مثل السكان ومثل التعليم مثل الطب ومثل الأكل يعني كانت مطالب اجتماعية وليس مطالب سياسية كما ربما تتهم البوليزاري وأنها تريد إقحامها هي مطالب اجتماعية لناس يريدون أن يحتاجونها من أجل الشغول والسكن مطالب عادية جدا هي مطالب جزء من الكل الجزء من الكل الكل هو السماح للصحراويين بالتعبير الحر عن رأيهم بعيد عن أي ضغط هذا التعبير الحر منع منه منذ الاحتلال إلى حد الساعة وهذا شكل من أشكال المقاومة لهذا الاحتلال الثروات الطبيعية الصحراوية تستثمرها تستغلها بطريقة غير شرعية السلطات المغربية لصالح المستوطنين وهم مشوا الصحراويين في بلدهم وأصبحوا أقلية في بلدهم هذا الجزء من الكل وصل بالصحراويين لأن يقولوا بلغ السيل وزباء ويجب أن نعبر عن رفضنا واستيائنا بهذه الطريقة الحضارية السلمية للتعبير عن رفضهم لاحتلال السياسي الذي نجمع عنه هذه الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية دعني أسمع وجهة نظر ضيفي عبر الهاتف من العيون وضع المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان معي من هناك عبر الهاتف سيد عبد المجيد بلغزال ورحبك سيد عبد المجيد وعطينا صورة ما الذي يحدث هناك أستاذ تحياتي إليك وتحياتي إلى ضيفك من الدفة الأخرى أعتقد أن هناك ارتباك وتردد حتى في الخطاب السياسي الذي أسمعه من خطاب ضيفك الآن المخيم الموجود فعلا بمنطقة إزيك على بعد حوالي 16 أو 17 كم من العيون وأنا الآن بقرب من المخيم أنا على مقربة المخيم أمام عيوني الآن وأنا أتكلم معك المخيم لا علاقة له بأي مطالب سياسية بالمطلع المخيم هو مطلب اجتماعي مطلب يتعلق بالتشغيل وبالسكن ولا علاقة له بهذا المنطق السياسي الذي يزعه باتجاه الضيف صحيح وللتذكير فقط فإن المتواجدين بالمخيم هم فئات متعددة صحيح فيهم فئة عانت من التهميش ومن أنها لم تشملها مخططات الإسكان خاصة مخططات الإسكان الأخيرة التي تشملت حوالي 23 ألف بقعة والتي كانت من المسرود أن تشمل عشرة ألاف منها سكان الأصليين عدى سكان مخيمات الوحيدة هذه الحصة هي التي وقت هذه الإشكال وهذا الإشكال راجع إلى سوء الحكامة وإلى الفساد في التكبير المحلي ولا حلاقة له بأي مطلق سياسي هذا حلم هذا حلم لدى الإخوان حلق بوليسايو بأن هذا ربط سياسي وهم يمكن يتابعون الأشياء ويحن نقاطونها بطريقته لكن أنا أشدد على أن المطالب مطالبات طبيعة اجتماعية تتعلق بالسكن وبالشغل على أن المخيم ليس كل من هذه الفئة المتضررة اليوم يوجد في المخيم فئات متعددة يوجد جزء من سكان المخيمات الذين استفادوا من مشاريع الإسكان خاصة عبر مشروع مدينة الوحدة ومدينة الوفاة طيب وأريد أن أسأل وتوجد في قات متعددة ليس هناك فقط المتضررين أريد أن أسأل السيد عن المجيد عن ردة فعل السلطات المغربية كانت صور بثتها بعض الفضائيات عن مخيمات محاصرة بقوات مغربية هل هذا هو الرد عن مطالب اجتماعية حصار لمخيمات بقوات مغربية لا أخي عمار هناك حوار البريحة فقط إلى حدود الساعة الثامنة أو التاسعة كانت لجنة المنظمة لجنة حوار المنبطقة عن المخيم كانت موجودة بمقر ولاية العيون حيث حضر إلى هناك ثلاث ولاة مركزيين من وزارة داخل يمن أجل التفاوض معهم السوطات أو الأمن أو التواجدات أو التعزيزة أو الأمن المتواجد هو من أجل الحكاية وكان من أجل التدخل لكان التدخل منذ البداية الناس يتحاولون مع هؤلاء بدون أي إزعاج بدون أي تدخل لذلك أعتقد أن الوجود للأمن هو ليس في أي دولة في أي مكان في الأرض إذا كان هناك تجمع غير عادل للسكان لابد من تعمل الاختياطات الأمنية ربما الوضع سيد عبد المجيد مختلف عندما تكون هذه المنطقة هي منطقة نزاع بين الطرفين أكيد هذا مربط الفرص لأن هناك نزاع سياسي يجب أن نعرف أنه في هذا النزاع السياسي لو قدر الله أن مات أي شخص ولو بطريقة الصدفة فكل طرف إلى تضيفه سياسيا لقد مات شخص أنت ربما تجريتني لسؤال الأخير يعني توفي توفي شاب سحراوي برصاص قوات المغربية ومنظمات حقوق الإنسان يعني دقت نقوس الخطر وطلبت الأمم المتحدة بحماية لهؤلاء ما الذي حدث نحن في منظمة المغربية لحقوق الإنسان أصبرنا بلارا قبل الوفاة ونبهنا إلى خطورة العملية ودعونا السلطات المغربية إلى ضرورة الدخول في حوار جدي مع الفئات المتضررة وفك الحصار الذي تضربه بعض لما فئات سعاد المخيم لأن الموجودين في المخيم أصبحوا رهائل لدى فئات أخرى بينها تناقضات متعددة قد تبدأوا بالسياسي وتنتهي بما هو غير سياسي لذلك نحن نبهنا إلى هذه الأشياء وطالبنا بالحوار الجدي والمسؤول مع الفئات المتضررة التي تقع في دائرة سيميش أيضا فيما يخص بالنسبة للشاب هذه الوفاة وقعت أثناء اجتياز السيارتين للبفع الرباعي لأحد الحواجز الأمنية وإطلاق رصاص خرطوش رصاص من إحدى صنادق الصيد فكان الرد فتوفي هذا الشاب ونحن في المنظمة أدمنا هذا الموقف أكتفي بهذا القدر وبهذه الصورة أشكرك جزيلا الشكر عضو المجلس الوطني المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سيد عالمجيد بالأغزال على هذه المعلومات كنت ضيفا عبر الهاتف من العيون ماذا تنطع هذه الصورة من عين المكان أريد أن أعلق عين المكان لا أدري ولكن ما سمعناه من المتحدث من المناطق المحتلة هو يعطي الموقف الرسمي للحكومة المغربية هذا الطفل الصغير عند 14 سنة لا يمكن ولا يعقل ولا يمكن أن يستسيغ الإنسان أن يطلق رصاص على الدرك المغربي الذي قتل هذا الشاب في أوضح النهار هذا الشاب كان مع مجموعة من أصدقاء ومع شقيقه يحملون المؤن لعائلته في المخيم لأن المخيم أصبح بدون أكله بدون شرب بدون أي شيء من المقاومات الأساسية للحياة إذن تواجد العسكر تواجد الدرك تواجد الشرطة تواجد الطائرات المروحية تواجد القوات مجيشة شاحنات جاهزة للتدخل السريع قوات التدخل السريع لا أدري كيف يمكن أن يعقل أن تستخدم هذه القوات ضد مواطنين أو ضد مخيم لا يحتوي إلا النساء والرجال والكهول يطالبون بمطالب سياسية واقتصادية أعبروا عنها في أكثر من مرة النقطة الأخرى هي أن لماذا إذا كان المغرب ليس لديه أي شيء يخشى عليه لماذا يمنع الصحافة الإسبانية من الوصول لعين المكان لماذا يمنع أكثر من سبع صحفيين وتلفزيون ووسائل الإعلام إسبانية من زيارة المخيم إذن عليه أن يفتح الباب على أساس كانت هناك بعض الصور توقيت عبر الهواتف أيضا وتنقلت عبر الفضايا من المواطنين من المواطنين من المواطنين طيب يعني هذا مشهد هذا مشهد لمشكل سياسي صلوا أكثر من ثلاث عقود كان في المنطقة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة كريستوفر الروس زر موريطانيا والجزائر ومطقة الصحراء الغربية وأيضا اختتمها بزيارة للرباط ما الجديد الذي حمله الروس أريد أن أضيف إلى الصورة العامة إضافة إلى هذه المظاهرات هناك كذلك مشكل حقوق الإنسان هناك أكثر من 41 سجين سياسي هناك مجموعة كبيرة لا زالت تنتظر المحاكمة ولا زالت هناك مشاكل عميقة معمقة كجزء من هذه الصورة التي نشاهدها الهان وتدخل في إطار سياسة الاحتلال المغربية اللاشرعية للصحراء الغربية أما فيما يتعلق بزيارة السفير السيد كريستوفا روس المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية تدخل في إطار تدليل الصعوبات لجمع الطرفين للحوار من جديد في نيويورك جاء ليقدم دعوة لجبهة البوليساريو وقمنا بالرد إيجابيا للمشاركة في هذا الحوار ولكن في حقيقة الأمر الأوضاع تعقدت بعد قتل الطفل الصحراوي في المدة الأخيرة ونرى إشارات من المغرب أنه لا تتوفر لديه الإرادة السياسية بعد للخوض في عمق المسألة السياسية سواء كان في الحوار المستقبلي أو في الحوار الذي سيأتي بعد حوار أسأل ضيف رئيس الكتلة النيابية لحزب العدل والتنمية في البرلمان المغربي بالسيد مصطفى الرميد ومعي عبر الهاتف من الدار البيضاء ورحب بك أولا ما الأفكار الجديدة التي جاء بها كريسوف الروس للمنطقة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا مصطفى الرميد هو حاليا رئيس نفس عبد الشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواف بعد أن كنت سابقا رئيس الكتلة النيابية أما بالنسبة لزيارة المبعوث الأممي فأكيد أن مساعيه بالنسبة لكافة الأطراف المعنية كانت ترميه إلى إقناع الجميع للجلوس على طاولة المتوضات إلى حد الآن لا ندري إلى أي نتيجة وصلت لكن يبدو من خلال المعقية الأولية أن لقاء ينتظر الأطراف من أجل ملحقشة كل موابع المثبتة بهذه النية في الشيء عندما يتحدث كريستوفر روس عن حال يضمن الشعب الصحراوي الشعب الصحراء الغربية كما جاءت مصطلحات في حقه في تقرير المصير هل يتحدث عن تقرير المصير بالمفهوم الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة أم هو كما يفهمه المغرب تقرير المصير أو تحت مظلة الحكم الذاتي لكل وجهة هو موليها نعتقد بأن مهمة المبعوث الأممي هو الإشراف على مفاوضات الأطراف بما يؤدي الوصول إلى حل متوفق عليه المغرب قد حسم أمره منذ مدة طويلة يعتبر أن الصحراء صحراء ويعتبر أنه استرجع حوضا من الأراضي وبالتالي لا يقبل أي مساوى مع هذا الموضوع وإنما طرح حلا واقعيا ومعقولا وعادلا وهو الحكم الذاتي وأعتقد أن هذا هو الحل الذي يستطيع وبإمكانه أن يخرج هذه القضية من المنغرق الذي تعانيه أما أن يقول الأمر إلى أي حل يمكن أن يصل جزءا من أراضي المغربية عن مجموع التراب الوطني فهذا أمر لا تقبله كافة مكونات الشعب المغربي ولا عبرتها بأن يقول الجزائر أو غير الجزائر بأي حل نعتقد أنه لو فكر الجميع لفهم صحيح يعني تتوقعون فشل المفاوضات مسبقا يعني سيكون حوار طرشان بين الطرف الطرف البوليزاري وطرف المغربي نعتقد أن هذا الحوار سينجح لو أن الأطراف الأخرى رجعت إلى السواب وكانت واقعية وحاولت أن توجد حلا لهذه المشكلة الشائك الذي عمر طاولا ونعتقد أن هذا الحوار ينبغي أن يكون في قطار الأطرح المغربية التي هي أطرحة واقعية ومعقولة لا نتصور بأي منظور يمكن أن نطرح موضوع تقرير المصير يؤدي إلى انتصال مجموعة السكان مع أن المغرب قد قبل من قبل هذه الفكرة فكرة تقرير المصير للشعب الصحران كان المغرب دائما يقول في المرحلة السابقة بأن هذا التقرير المصير لا محل تسر يؤدي إلى تقرار وحدة الأراضي المغربية لكن المشكلة التي ووجه هذه المغرب بعد أن كان قد قرر ما قرر وقال لما قال وهو مشكل إحصاء السكان تعرفون أن الاستفتاء لا يمكن أن يكون إلا بعد أن نضغط السكان الذين سيكون استفتاءهم الآن عندنا مشكل بين المغرب وبين الجزائر والقريزان ومن هم الأشخاص المؤهلون لكي يكون محل استفتاء حيث قاعدة قاعدة الإحصاء التي كانت محل مقاش لم يكن توصل فيها إلى حل فإن أي استفتاء يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة غير مقبول لأن القاعدة التي يؤسس عليها غير منضبطة وغير مضبوطة أشكرك جزيلا الشكر الرئيس السابق للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي السيد مصفى أرميد كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء سيد الأمين كما سمعت من ضيفي المغرب قد حسم أمره من هذه القضية طرح فكرة ربما لقد تجاوب محلي وأيضا دولي حكم ذاتي موسع كيف ستواجهون هذا الموقف أعتقد أن يجب الرجوع للحق فضيلا وهو أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار والجمعية العامة الأمم المتحدة منذ أسابيع قررت كيف تحل هذه القضية ودائما كل سنة تناقش القضية في إطارها الصحيح وهي إطارها أن المغرب محتل للصحراء الغربية ويجب الصحراويين أو يعطى للصحراويين حقهم في ممارس تقرير مصيرهم يحدد ماذا يريدون يعني يحدد السيادة المنطقة الآن المغرب يعني الطرف الآخر حسم أمره يعني ما هي خطواتكم المغرب المغرب انطلاقا من هذه الفكرة أغزى الصحراء في 1975 ولا زال محتل وإنعكاسات هذا الاحتلال هو الذي نراه في أوجه مختلفة إذا أراد المغرب أن يقوم بإيجاد حل لهذه القضية يجب أن يستمع إلى الطرف الآخر إذا كان هناك اعتبار لوجهة نظره التي يضمها مقترح البوليزاريو الذي قدم الأمير العام الممتحدة من تقديم المقترح المغربي ولا يمكن أن يعقل أن يكون فقط يريد أن يفرض على الصحراويين أن يقبلوا ما يريده المغرب الحقيقة والمعقول والمنطقي والواقعي هو إعطاه فرصة للصحراويين للتعبير عن ما يريدونه هل يريدون الاستقلال أو الحكم الذاتي فرض الحكومة المغربية تقول بأن غالبية الصحراويين تجاوبوا مع فكرة الحكم الذاتي قضية البوريزارو هي قضية مجموعة أقلية هم في يد بين قوسين السلطة الجزائرية وهي التي تحرك هذا الملف هذا ما يريد المغاربة أن يقولوه للرأي المغربي لكن الحقيقة حقيقة أخرى وهو أن الشعب الصحرائي قاتل الاستعمال الإسباني وقاتل الاحتلال المغربي وقاتل الاحتلال الموريتاني إلى 1979 حينما خرجت موريتانيا من الحرب وإعترفت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واحتل المغرب الجزء التي كانت احتله موريتانيا ولكن المغرب يريد أن يصدر مشاكله خارج المغرب على حساب دول الجوار وعلى حساب القضية الصحراوية ولكن حل المشكلة قررت فيه الأمم المتحدة المغرب يريد أن يفرض الأمر الواقع وهذا ما هو صعب بعد 35 سنة الصحراويين يقاومون بكل ما لديهم ووجود المخيمات في العيون وجود مخيمات ظاهرة من ظواهر المقاومة السلمية والتعبير الرافض للاحتلال المغربي والذي يعبر على وحدة الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصير واستقلال وحريته الكاملة ويعبر كذلك عن فشل الأطروح المغربية وفشل ما يقال من هنا وهناك من طرف وسائل الإعلام المغربي التي تقول أن الصحراويين معه لنتحدى المغرب ويعطي الحق للصحراويين يعبروا مثل ما يريدون تحت إشراف الأمم المتحدة مدعي المقولة الثانية بأن هذا الملف في الحقيقة هو ملف جزائري وتحركه السلطات الجزائرية ولو حدث أن تم اتفاق ما بين الجزائر والمغرب رغم أن يكون في صالح جبات البوليزاريون الجزائر مشكورة بكل مكوناتها وبرئيسها عبد العزيز بتفليقة في الموقف الثابت الذي يدعم حق تقرير المصير في الصحراء الغربية وفي كل مناطق العالم في تيمور الشرقية وفي فلسطين وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية والمغرب يريد أن يجعل الجار هو المسؤول عنها بالعكس هناك مقاومة هناك البوليزاريو ويتفاوض معها من طرف المغرب تحت مظلة الأمم المتحدة وهذا معروف والمغرب دائما يريد أن يلقي باللوم على طرف آخر ولكن الحقيقة أن لا شرعية احتلال احتلال أريد استغل من الوقت الكثير هناك تقارير مغربية تقول بأن هناك الكثير من القيادات الصحراوية اقتنعت بفكرة الحكم الذاتي والتحقت بالمغرب وهناك قائمة طويلة بالأسماء أنا طلعت عليها هل يتم استنزاف أجبت البوليزاريو من طرف المغرب المغرب يريد أن يقول أن المقاومة وأن الكفاح انتهى عندما يقوم بالدعاية لهؤلاء البوليزاريو لديها أهداف وهو كفاح من أجل تقرير المصير كل من يؤمن بهذا فأهلا وسهلا ومن لم يؤمن بهذا فهو حر يختار ما يريد وهذا نحن حركة تحرير حركة تحرير مثل حركات التحرير الأخرى والمغرب يريد أن يقول وأن المقاومة انتهت ولكن المقاومة تستمع مهما كان الذي يقوم أمام هذا الأفق المسدود للمفاوضات مع المغرب يعقد مؤتمر للبوليزاريو بعد أشهر هل هناك احتمال كما ترضى في الصحف بأن هناك إمكانية العودة إلى العمل المسلح في المؤتمر الأخير لعقدة في ديسمبر 2007 قررت قرر أن القيام بالعمل من أجل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في دقية المصير من خلال التجاوب مع الأمم المتحدة وإذا استحال هذا فعلينا أن نأخذ قرار آخر لنرى ما يمكن اتخاذه إما بالعودة للحرب أو القيام بأمور أخرى لسبب عدم تجاوب المغرب ولفشل الأمم المتحدة وعند هذه النقطة في المؤتمر المقبل الذي سيكون قبل نهاية السنة المقبلة سنقرر ماذا يمكن القيام به في حالة استداد استمرار الوضع على أمه وعلي أشكرك جزيلا الشكر ممثل الجبهة البوليزاريو في بريطانيا سيد الأمين أبعلي على هذه المشاركة مشاهديا أعزاء نواصل فقرة أخرى من هذه الحلقة لكن بعد فاصل إخباري فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 أهلا بكم مشاهديا العزاء مرة أخرى دعا السكرتير العام للحركات الشعبية لتحرير السودان باقان أموم في تصريحات إعلامية إلى ضم منطقة أبي إلى الجنوب في طار صفقة شاملة مع الشمال مقابل حزمة من التنزلات من الجنوب من طرف الجنوبيين لم يفصح عنها كما اتهم في الوقت نفس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بأنه يستخدم قضية بي كرهينة وكان مسؤولون سودانيون شماليون وجنوبيون قد خاضوا جولة مفاوضات في أديسة بابا في بداية أكتوبر تشرين الأول برعاية إثيوبيا والولايات المتحدة للتوصل إلى حل لأزمة استفتاء بي بيد أن لقاءاتهم باءت بالفشل للحديث حول هذا الموضوع صديف هنا في السوديو والمستشار عفوا أمين الشؤون السياسية في المؤتمر الشعبي السوداني سيد صديق محمد عثمان كما صديف أيضا الوزير المفوض في السفارة السودانية هنا في بريطانيا سيد محمد عبدالله عبدالحميد ورحب بكم ضيفية العزين أبدأ معك سيد صديق محمد عثمان عندما يتم الحديث عن منطقة أبييكا إشكالية في استفتاء نيفاشا الذي قرر له عام 2005 وحديث بأنه ربما الفشل في هذه القضية سيؤدي إلى الحرب أين نحن بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول أن احتمالات الحرب تتزايد كل يوم مع فشل الشريكين الأساسية في الحكومة في إيجاد مخارج للقضايا العالقة وهي على رأسها قضية أبيي لأن أبيي هي أم القضايا في الاستفتاء والانفصال أو الوحدة لأن أبيي هي منطقة حدودية مشتركة ما بين قبائل الدينكا وقبائل المسيرية ولأن أبيي بها معظم الناتج النفطي السوداني لذلك كل الطرفين يحرز على أن تكون أبيي تابع له ومما يعني يرشح من أخبار ومن تحركات داخل السودان بالواضح أن كل الطرفين يستعد من جانبه ليأخذ أبيي بالعنوة إذا استدعى الأمر وهذا أمر مؤسف للغاية سيد محمد لما يتحدث الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن يجب ضم أبيي في إطار السفقة وتتحدث عن التسريبات أنه في سفقة معينة سوف تحدث وأنه النتجة ستضم أبيي إلى جنوب في مقابل ربما حزمة من المساعدات الدولية أفكار من الولايات المتحدة في هذا الإطار عما تتحدث الجبهة الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي الكريم تصريحات باقانا مؤمن أمين العام للحركة الشعبية حول ضم أبيي لمنطقة الجنوب في إطار السفقة هذا تصريح يعني قير مسؤول وإن كانت هناك أي سفقات وإن كان هناك أي مخترحات يجب أن تقدم في إطار الحوار وفي إطار المناقشات بين الشريكين وليس مكانها الإعلام مثل هذه الطرح طرحت الإدارة الأمريكية من قبل ورفض رفضاً باتاً من قبل الحكومة لأن هناك شعب وقبائل بأكملها تعيش في المنطقة منذ القدم ولها حقية في منطقة أبيي ليس حكراً على باقان أن يضم أو يخترح ضم منطقة أبييلي جنب السودان من قير أي يعني هو مخترح ممكن أن يطرح وممكن أن يكون في ظل التفاوض ولكن لا يمكن التسليم أن حكومة الخرطوم تعي بأن فيه حزمة في مخترح أمريكي وهي ربما متهمة بوضع قضية بكراهينة كما وصف حتى تزايد على الولايات المتحدة أو تضخم من حزمة المخترحات أو المساعدات بما فيها قضية المحكمة الجنائية وغيرها ليس الأمر كذلك فزي ما قلت لك في البداية أبيي يسكنها قبائل المسيرية وقبائل دينكاناكوك وهم شركاء في الأرض وليس وليس من المصلحة يعني ضم المنطقة بأكمالها إلى الجنوب ولا ضمها بأكمالها إلى الشمال ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق للعيش السلمي في المنطقة حتى لا تعود الحرب مجددا أستاذ صديق الاتفاق كانت هناك اجتماعات وفشلت فعلا بين الجنوبيين والشماليين حولها بعض النقاط ما أهم العائق أهم عائق الذي أفشل هذه المفوضات العائق الرئيسي كما ذكرت لك من قبل المنطقة بحد ذاتها منطقة غنية جدا لذلك أهم المناطق في المفاوضات ولذلك يجري حولها الشد والجز بقوة الأمر الثاني أن المفاوضات في أديس الملاحظة الأولى أن رئيس وفد الجانب الحكومي فيها كان رئيس جهاز الأمن السابق وهذه إشارة سالبة قضية معالجة أمنية نعم لأنك تريد أن تعالج القضية معالجة أمنية فيما كان هناك عدد من الإخوة الذين على أقل خبروا المفاوضات من الجانب الحكومي في الوفد نفسه كان يمكن أن يكون أحدهم رئيسا للوفد أو الوفد كله كان يمكن أن يكون من الذين في التفاوض في نيفاشا من الذين خبروا القضايا وخبروا الأشخاص في الحركة الشعبية لكن ربما من يتابعنا لا يستطيع أن يفهم أنه في اتفاقية نيفاشا كان هناك النص الصريح بأنه ست تقع هذا الاستفتاء في أبي وفي الجنوب لم تثار كثير من القضايا خلال هذه الخمسة سنوات الأخيرة وفجأة ظهر بأن حكومة خرطوم تريد اتفاق قبل الاستفتاء اتفاق على منطقة تبي قبل الاستفتاء كيف يمكن أن نفهم ذلك يمكن أن نفهم في الإطار العام لأن الحكومة أو تحديدا المؤتمر الوطني في الحكومة تفاوض في نيفاشا ووقع على بنود الاتفاقية ثم يعني دخل في قضايا أخرى تخصه هو وتخص الساحة السودانية وتناسى أن هناك استفتاء في الطريق فلما حالت دقت ساعة الصفر راحوا يبحثون في كل جانب ويعني كعادة نحن السودانين دائما نبحث عن الحلول في آخر لحظة ولا نجدها لا ننظر إلى المدى البعيد حينما توقع اتفاق اتفاق ملزم هم كانوا يظنون أنه دعنا نوقف الحرب أولا وندخل حركة الشعبية إلى الخرطوم ثم ننظر بعد ذلك لم يكنوا تصوروا في أسوأ الظروف أن الاستفتاء قائم لا محالة وأنهم يعني الظروف ستكون أسوأ من 2005 لذلك الآن يحسون عن مخارج ومثل ما قال باغان أنا أتفق مع باغان تماما الآن الخرطوم تريد من أبياي ومن المناطق الحدودية أقصى درجات الابتزاس سواء كان للطرف الجنوبي أو للأطراف العالمية التي تحرص على إجراء الاستفتاء في موعده لذلك تريد أن تأخذ أكبر قدر من البرامج المحفزة إذا صح التعبير سيد محمد عبدالله هذا هو السؤال الذي يتبادر تم التوقيع على هذا الاتفاق وكان الحكومة كتنائمة في خمس سنوات وفجأة ظهرت أنه فيه إشكاليات في السفتاء منطقة أبي لا لم تكن حكومة نائمة بقدر ما كانت أو لا هي بصراعات داخلية وتصفية حسابات مع خصوم سياسيين كما يقول البعض رغم أن أقول لك بعض ما تكتبه الصحف هذا مجرد ادعاء إن كانت من الصحف وكان من المعارضين ولكن تبقى الحقيقة أن الحكومة كانت طيلة الخمس سنوات تعمل جهدها لحل حلت كل القضايا المتبقية قبل حلول موعد الاستفتاء وعملت جاهدة على تنفيذ الاتفاقية الاتفاقية ليست فقط عملية الاستفتاء ولكن الاتفاقية اتفاقية فيها فيها إطار أمني فيها قسمة السلطة فيها قسمة السروة وكل هذه كانت قضايا ملحة عملة الحكومة على معالجتها بدءا من إقرار الدستور ثم إجازة القانون وثم تشكيل المجلس الوطني والحكومات المحلية ومن ثم إقرار إقامة الإحصاء الذي بند عليه عملية الانتخابات ومن ثم عملية الانتخابات ذاتة جزء كانت من انتفاقية السلام التي تمت في فترة مدة سنتين تقريبا وعملية الاستفتاء أيضا كانت هناك حوارات تجري بين الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي الشركين الشركين يفاشا الاستكمال كل القضايا المتعلقة قبل حلول 2009 يناير 2009 ولكن كانت هناك صعوبات عملية تقيف أو تحول دون استكمال هذا الحوار طيب عندما يتحدث السفير السودان في الممتحدة بأنه استفتاء بي إذا حصل بدون اتفاق مسبق فهذا يعني الحرب ما الذين فهموا من هذه المقولة تصريحات منذوب السودان في الأمم المتحدة نقلت في خارج السياق هو قال هناك قضايا ملحة يجب أن تناقش قبل حلول الاستفتاء وهذا أمر منطقي هناك قنابل مقهوطة إن لم تحل ربما تهدي إلى تعقيد أو توتر الأجواب بين الشمال والجنوب ولكن ما أكدته الحكومة وظلت تؤكده وما ظل يؤكده المجتمع المجلس الرئاسي بالأمس أن لا عودة للحرب مطلقا مهما كانت الأسباب ومهما كانت نتائج الاستفتاء واليوم انعقد مجلس الدفاع المشترك الذي يضم قيادات في الجيش الشعبي وفي الجيش في القوات المسلحة لمناقشة كل القضايا الخلافية والحشود التي نسمع عنها في العلام وما شابه سيصديقا نحن أمام مشهد ربما سترجح كفة التأجيل تعجيل الاستفتاء أمام ظهور هذه الاشكاليات لا أظن أن الاستفتاء سيوجل لأسباب واضحة للعيان الأطراف الخارجية التي رعت الاتفاقية من يعني همها جدا أن يقوم الاستفتاء استفتاء منطقة أبي أو منطقة أبي يعني بالتحديد هذا أيضا ليس راجحا لأن أبيا منطقة استراتيجية بدونها لا معنى الاستفتاء كله يعني إذا غرر الجنوبين أن ينفصلوا سيجد أنفسهم قد تركوا بعض بقايا قضايا الاستراتيجية في الجنوب مثل قبيلة دينكا في أبيا لتغرر مصيرها لوحدها وذلك ليس راجحا لأن الحركة الشعبية عمادها هي قبيلة الدينكا لذلك من المرجح أن تضغط القبيلة على الحركة لتحسن منطقة أبيا أولا كيف في إتجاه؟ حتى أولو بالحرب هم يعلمون الآن أن الخرطوم ليس لديها من القوة ما تحارب به أصلا وكل ما تبعون الخرطوم الآن أنها تحاول استعراض القوة ليس إلا حربا فعلية ليس في مقدرة الشمال أن يخوضها مرة أخرى مع الجنوب لأسباب كثيرة موضوعية وهم أيضا يقولون بأن الجنوب غير قادر على خوض حرب هذا ليس صحيحا لأن الجنوب ليس عندهم ما يخسره الجنوب أصلا لديه جيش كان عبارة عن حرب عصابات الآن صار جيش نظاميا أكثر انضباطا أكثر تسليحا قضعا أكثر عتادا والآن هناك هجرة من الخارج ومن الشمال نحو الجنوب بأعداد كثيفة هؤلاء للأسف الشديد معظمهم مشبعون ضد الحكومة الشمال التي أساءت معاملتهم بصورة قاسية وجبرتهم إلى الاستفتاء كيف يبدو الأمر من جهة الحكومة هل أمور لذهب لتأجيل الاستفتاء في هذه المنطقة ليس هناك رؤية واضحة حتى الآن ولكن كل الخيارات مطروحة أمام الشركة للتقرير بشأنها في اجتماعات اللجنة السياسية المسرعة الممكن أن تقبل الجنوبيون تأجيل هناك حديث أنه هناك قبول بستة شهر تسريبات عنه ربما قد يقبلون بتأجيل لمدة ستة شهر هل هذا وارد؟ التأجيل الاستفتاء عموما إلى الأمس اجتماع المجلس الرئاسي أقر قياما الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير مهما كانت العقبات ومهما كانت النتائج هناك قناعة ربما عبر عليها الكثير من المراقبين بأن حكومة الخرطوم وصلت هي كذلك إلى قناعة بأن الاستفتاء سيؤدي إلى الانفصال وأنها تهيئ إلى مرحلة ما بعد الانفصال هل هذا الشعور موجود لديك سديق؟ نعم طبعا ليس الجنوب في حسب الأمر من الواضح أن السودان سيمضي نحو التفتت لأن الجنوب سيقوم مثال لمناطق أخرى أكثر تضرر الآن مثل دارفور مثل جنوب النيل الزرق التي هي أصلا توالي الجنوب وتسهب معه مثل مناطق جبال النوب التي الآن هي منطقة شبه مستغلة داخل السودان تحكمها لجنة عسكرية مشتركة يعني يقوم الأمر فيها كله حتى مناهج التعليم فيها لا تتبع للمركز يعني هي ليست خسارة فقط لربما الحزب الحاكمي خسارة ربما لكثير من الحزاب السياسية وعلى رأسها حزبكم يعني طبعا هي خسارة للسودان كله لكن لا يمكن أن تجبر المظلوم على أن يبقى تحت ولاية الظالم حتى يعني لا تخسر البلد إذا لم نستطع نحن كسودانيين أن ننصف المظلوم على الظالم لا ينبغي لنا أن نرجح مصلحتنا الحزبية مهما بلغت على مصلحة المظلوم من رفع الظلم لأن هذا مقدم دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة هذا في قيان أستاذ محمد هل هناك اتجاه إلى قبول هذا أو هناك قناعة لدى الحكومة في الخرطوم بأن الاستفتاه هذا سيؤدي إلى الانفصال وأن هناك تهيئة للتعامل مع هذا الواقع الجديد الحكومة عندما أقرت مبدأ حق تقرير المصير في اتفاقية نفاشة كانت تعلم كل المعالات وكانت تضع كل الاحتمالات في حزبانها لكن كان أمام خمس سنوات أن تجعل هذه الوحدة جاذبة للسودانيين وأخفقت في ذلك لم تخفق في ذلك بل عملت جهدها ووسعها لجعل هذه الوحدة جاذبة صرفت مليارات الدولارات على التنمية في جنوب السودان سلمت لحكومة الجنوب السودان التي كان منوط بها إقامة المشروعات مشروعات البنى التحتية ومشروعات التنمية أخفقت حكومة الجنوب في ذلك عملت حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشمال كما يحلو للبعض أن تعمل لصالح الوحدة لأن قضية السودان يعني منذ عام 1955 أقسطس 55 ظلت يعني السودان يحوم في حلقة مفرقة حول قضية جنوب السودان ومنذ 1955 طالب بعض الجنوبيين بحق تغرير المصير ولكن لم تكن هناك من الشجاعة ومن المستاقية ومن القوة التي تمكن كل الحكومات المتعاقبة لإقرار مثل هذا المبدأ الذي يعني يزيح عن كاهل الجنوبيين الشعور بالظلم ويزيع عن كاهل الشماليين تبعات حرب استمرت قرابة 50 سنة يعني هذا المشهد يعني تقرأ أربو مقرات أستاذ السديق محمد عنوين خطورة انفصال الجنوب على المنطقة مخاطر كذا مخاطر كذا عن المنطقة وجاءت متزامنة مع زيارة وزير الخارجية المصري إلى السودان لماذا هذه الزيارة في رأيك والآن الأخوة المصريين طبعا هم معنيون جدا مما يحدث في السودان لكن النظام المصري الرسمي لم يكن يبدو كثيرا يعني أنه هناك عناية بهذا الملف لم يبدو كثيرا على الأرض على الأقل خلال هذه العشر سنوات الأخيرة طبعا هذه مشكلة مصر الرسمية دائما مصر الرسمية معنية بالجانب الأمني في قضاياها تجاه السودان هذا ما يهمها الجوانب الأخرى لا تهمها كثيرا لذلك كلما احتدمت المشاكل الأمنية رأينا وزير الخارجية أو رئيس جهاز المخابرات ذاهبا إلى الخرطوم لمعالجات هي في حد ذاتها تبدو فطيرة جدا لأنها ترتكز على معلومات سطحية من بعها أو لا تتعدى الجهاز الرسمي في الخرطوم يعني لا تدخل إلى لب الغضايا لكن المصريون الآن هم كذلك سلموا بالأمر الواقع الآن مصر للطيران لديها رحلة أظنها ثلاثة مرات في الأسبوع إلى جبا مباشرة يعني كل ربما يهيى نفسه لمحة ما بعد الاستفتاء هناك الإرادة الدولية هناك الولايات المتحدة وراء كل هذا هذا الضغط على الكل أن يذعن صحيح هذا هو المشهد صحيح نعم أشكركم جزيل الشكر أشكرك الأستاذ صديق محمد عثمان أمين الشؤون السياسة في المؤتمر الشعبي السوداني على هذه المشاركة طيبة كما أشكرك معالي الوزير محمد عبدالله عبد الحميد الوزير المفوض في السفارة السودانية هنا في بريطانيا على هذه المشاركة الطيبة مشاهدية العزائي انتحت حلقة اليوم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج إلى ذلك من الحين أستوضعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر